نروح مع حضراتكم لفقرة مهمة الحقيقة يمكن كل الأباء والأمهات ينتظروا الحديث عنها لعم الدراسة خلاصة على الأبواب كتير من الأهالي بيكونوا بيفكروا محترين حيدخلوا لدهم أي نوعية من التعليم أي نوعية من المدارس طبعا بيتوقف ده على عوامل كتير إمكاناتنا المادية لكن كمان إمكانات ولادنا نومي يتعلموا يتعلموا بأي الطرق تعليم عربي تعليم لغات تعليم تجريبي متميز مدارس عادية إذا أقدر أختار لأبني نوعية الدراسة اللي تناسبه إذا أقدر أعرف كمان ميول وهو في السن الصغير ده من البداية هل أنا أقدر أشتغل على إمكاناته دي عشان أنا أقدر أطور قدرات ابني التعليمية كل ده هنتكلم فيه ونعرفه من الدكتورة رندة طحان أخصائي نفسي وتعديل السلوك من أورانا في الاستوديو صباح الخير عليك يا ده أكتر صباح اللي وجع عليكم يا أهلا بيكي أهلا بيكي قالت إنه أعرف نوع التعليم المناسب لأبني من البداية يعني من سن الحضانة ويمكن حتى إحنا دلوقتي يبقى عندنا في مصر نظم تعليم مختلفة بداية من الحضانة الأول الناس حتقول الموضوع يعني بيكون على حسب إمكانات المادية بجانب الإمكانات المادية فيه شيء مهم جدا يعني لازم نبص عليه وهي إمكانات ابني العقلية وإمكانات ابني وقدراته النفسية على تقبل النوعية المختلفة من التعليم صحة أحنا بداية كده الطفل قوة مجهولة إذا استثمرناها بشكل سليم هتقدر للنجاح طفل من بداية عمره 3 سنين أنا لو ده طبيعي خصائص مرحلة سنية معينة بيتم فيها النمو العقلي للطفل إذا أنا مستغلت لنمو العقلي ده للطفل والتطور بتاعه تبقى أن المرحلة السنية دي يبقى أنا كده هاجني في الآخر الطفل هيبقى فيه مشكلة وقد تكون مشكلة سلوكية ونفسية في نفس الوقت فلازم أبدأ أن أنامي المهارات والقدرات العقلية من خلال المهارات نفسها سواء بقى مهارات على مهارات لغوية مهارات حرقية مهارات عقلية كل ده بنبدأ أن احنا ننمي للطفل لما بعرف ميورو بعرف اهتماماته ببدأ أن أنا أتكلم معاه علشان يبقى عنده حصيلة لغوية كفاية يبدأ عنده قدرة التمييز على الأشياء الأرقام الألوان كل ده بيتم من خلال الأم من خلال التلقين الحوار الذاتي مع الطفل القصص زي زوان يعني ما بنيجي نحكي له قصة لأن الخيال عنده في الوقت ده بيبقى عالي جدا فقدرة التخيل عنده بتبقى عالية فمن خلال القصص بتبني دي يعني تنمية مهارات عقلية بشكل سليم جدا زي بالضبط برضو الرسم والأنشطة اللي احنا بنتمارسها مع الأطفال في السن ده مهمة دي برضو تنمية مهارات حرقية الكلام بينمي المهارات اللغوية للطفل المهارات العقلية برضو من خلال الألعاب بنمط معين ببدأ أن أنا أشتغل عليها معاه في البيت ولما باجي أختار موضوع الحضانة لازم فيه معايير معينة بغض النظر طبعا عن الموضوع المادي حديدك زكرتي بيبقى أول حاجة المنطقة السكنية لازم أعرف أن هل الحضانة دي هتبقى مناسبة للمنطقة السكنية اللي أنا فيها بحيث أن الأب والأم يتكسلوش بعد كده أن هم يودوا طفلهم بشكل منتظم للحضانة قد إيه الحضانة دي ممكن تأثر على اختيارات الطفل في الدراسة بعد كده قد إيه ممكن تتطور من عقله أو يعني بس تخليه مجرد بيلعب وبيهزر ما بيستفدش ده على حسب اختيارنا للبرنامج بتاع الحضانة نفسه أحنا لازم نكون على علم كافي جدا ووعي أن إيه النظام اللي الحضانة بتتبعه لازم أقرأ كويس لازم أشوفه بعيني لازم أدخل الحضانة في الوقت اللي بيتم فيه ممارسة العمل يومي عادي جدا ما جيش الحضانة وأنا عايزة أشترك لابني فيها والدنيا فاضية قبل مثلا العمل الدراسي وأقول خلاص أنا استقريت على الحضانة دي لأن ده غلط جدا ده أكبر خطأ الأهلي بيقعوا فيه لازم أروح والدنيا بتبقى شغالة بشوفه المدارسين والموضوع بالنسبة لهم بيبقى في الحضانة مكان نظيف يعتني بصحة الطفل بيلعبه يمكن لسا احنا مش عندنا قوي ثقافة أنه فيه تعليم في السن ده مع أنه أعتقد أنه فيه تعليم بشكل كبير في السن ده آه فيه طبعا يمكن نظم جديدة بقت موجودة في مصر من سنوات زي المونتسوري مثلا بقى موجود في الحضانات وابتدت الناس تتجاوب مع ده أكتر بالضبط يعني أنا الأول لازم أحدد هدفيه مع الطفل أنا دلوقتي حب أن الطفل يتعلم في البداية القرية والكتابة فأنا هدخله حضانة بتعتمد على ده فقط ولا أنا عايزة ابني يطلع أنمي مهاراته وقدراته وأعرف واكتشف ميوله من خلال حضانة فممكن أن أنا بدخله بنظام المونتسوري ده لأنه هو بيكتشف ميل الطفل ومهاراته في الوقت ده من خلال اختيار بينه متعدد من الأنشطة فأنا لازم أحدد الأولوية طب أنا محتاجة تعليم وفي نفس الوقت مهارات ببدأ أن أنا أدخل مالتي تسك أو مثلا بختار ما بين الحضانة دينية تشغل عن نظامين دول فمعرفتي بالنظام دي أهم حاجة رقم واحد رقم اثنين أن أنا أشوف جودة المدرسين والتعليم جوه عاملة إزاي بس ده من خلال أنا أن أنا أحضر يوم كامل في الحضانة واشوف المدرس بيشرح إزاي من الشرط بس كل المدرسين يجب أن يبقى أجانب لأننا عندنا لأسة عقدة الخواجة موجودة أن أنا ببقى فرحانة من الحضانة كلها أجانب فدي نقطة ضعف للأهدي بالعكس أعتقد أنه في السنة الصغيرة ده المفروض أنه يتحدث اللغة العربية الأول لأنه اللغة اللي هيتعلمها في الأول هتبقى معاه صح دي بقى حاجة مهمة جدا بدأت أنها تتلاشى مع الوقت اللي احنا فيه يعني بدأت دلوقتي أن اللغة الأولى هي الإنجليزية فلما بيدخلوا أنه هو بيبقوا فرحانين أن الطفل بيكون جملة إنجليش كاملة من ثلاث كلمات بيبقوا مبسطين جدا ويجي يكتب تدائي بعد كده أخطاء إملاقية فادحة وبالظبط بنيجي حتى يعني لما بعد الحضان يجي تدائي مش عارف يكتب فبيبدأ أنه نحن من أول ألف به تاني يتعلم ده في سن خلاص ومفروض يكون عدى المرحلة دي فبيبقى سن متأخر جدا لتعليم اللغة العربية ودي عندي مشكلة كبيرة حتى الحوار بيننا وبين أطفالنا في السن الصغير يعني لازم يبقى إنجليش طب ليه؟ ما أنا ممكن أتكلم بالعالمي أنامي عنده اللغة عودة الخواجة طبعا حتى في اختيارنا للحضانات بنعتمد أن هل فيه تيتشورز دول بيبقوا أجانب ولا مصريين فبدأت الحضانات يعني تحشد عدد من الأجانب بيبقوا غير كفء تماما بسبب إن أنا عندي عودة الخواجة دي فده نقطة ضعفة عند الأهالي استغلتها الحضانات بشكل تجاري جدا طيب أنا اتطمنت الحتة دي في حين إن التعليم عندي واقع جدا إن التيتشورز ممكن ما ندهاش مهارة التعامل مع الأطفال غير ترباء أو إن هي تحبهم أنا لازم أعرف أصلا أول حاجة حب التيتشورز دي أو التيتشور رعمة للأطفال هما بيحبهم ولا أبقى فتح منهم ولا لأ قبل ما يلقنوهم وقبل ما يحفظوهم ويتعاملوا معاهم لأن وارد جدا الطفل وهو في عمر 3 سنين مش كام يعني مش كفيل أو مش قادر إن هو يعبر عن مشاعره في السن ده فلازم أعرف هل هما بيهتموا ببكاء الطفل بمشكلته طب ولا عادي أسيبه ويعاية توسط الأطفال حواليه وأقول خلاص يعني شوية كده وهيهدى دي مشكلة وكارسية جدا فدي اللي يلاحقها على طول موضوع متابعة التقارير اليومية للأهالي من الحضانة لازم معرف الطفل أكل كام واجبة يتعامل إزاي دخل الطويلت كام مرة هل هو شارك مع الأطفال في اللعبة معينة ولا لأ فضل انطوائي منعزل مش قادر يتكلم أي حاجة من دي بتبقى غريبة أول الطفل أورادي ما تعملش فيها بشكل سوي وسليم لازم يبقى فيه تقرير يومي الأهل تبقى متابعة لينه تفده معرفت السلوكيات ابني في سن زي ده خليني أقدر أن أنا أتعامل مع السلوكيات دي يعني حيث بتقولي طفل انطوائي طفل اجتماعي أو العكس ممكن أقدر أدخل في تعديل سلوكياته أو أني أشتغل أكتر على مسألة مسألة هو طفل انطوائي أفهم ليه أقدر أشتغل عليها في سن الصغير ده أه طبعا أقدر أشتغل عليها من هو عمره ثلاث سنوات أعرف المشكلة وأحددها وأبدأ أشتغل عليها في تعديل السلوك بس ده طبعا يعني يشتغلت وجود الأخصائي النفسي أو الاجتماعي في الحضانة علشان هو كمان يعرف يقولي إيه المشكلة اللي بتواجه الطفل ويحددها فبالتالي أنا أخدها بعين الاعتبار وأبدأ أن أنا أتوجه لمتخصص بره أو جوه الحضانة هيساعدني فعلا في تغيير أو مواجهة المشكلة يعني مهم بخطيار الحضانة أني أعرف أن عندهم أخصائي نفسي لازم لازم أنا الطفل في الوقت ده مش بيقدر يتكلم ويعبر عن الجواه بشكل سليم فلازم أنا أعرف أن فيه أخصائي يقدر يتعامل مع المشاكل بتواجه الطفل فيه مثلا ممكن تبقى مشكلة سلوكية بينه وبين الأطفال عضوان فيه عنف وده بقى كتير قوي دلوقت العد الضربة بين الأطفال زيادة عن السنين اللي فاتت فلازم أعرف إيه المشاكل هل فيه دي مشكلة اجتماعية في البيت هل هي مشكلة سلوكية من الطفل هل هي مشكلة نفسية أصلا فلازم أعرف ده وما يبقاش اللي يحدده مدرس يعني ما اعتمدش أن أنا أخد ابني وروح مركز وأقول أصلا المدرس فيه في الحضانة قال أنه عنده توحد منين شخص أنه عنده توحد منين قال أنه عنده مرض أو عنده اضطراب نفسي دي كارثة يعني مش معنى أن الطفل مش قادر يتكلم أو يكون جملة أو عنده مشكلة أو مش متفاعل خلاص أقول عليه توحد وأرسمه أنه عنده توحد وأقول خلاص وفدأ أنه نعالجه وهو مش كده فأنا بالتالي بكسر في الطفل منه هو لسه صغير وبدخله في دوامة العلاج النفسي منه هو صغير وبتعامل معه بشكل غلط لأنه أنا مش على وعي كافي بالمشكلة وأنا السبب في عدم اختيار الحضانة الصح اللي هتستغل الطفل بشكل سبيل طيب يمكن أهلينا دلوقتي في الريف وفي الحضر لو بيصمعوا هذا الكلام حاولونا نحن نتكلم كلام طبق حبتين نقول لهم إيه لو هو عندهم نفس المشكلة مع أولادهم وعندهم نفس المشاكل وما عندهمش الحضانة والتيتشر والمعالج النفسي وخلافه هل في بدائل؟ أنا لو حسيت ابني بس أركز معاه شوية وبعيده على التلفزيون أبعد عن تربية الاستسهال طول الوقت إن أنا عايزة أستسهل الوقت ده أو إن أنا مش قادرة أكون مركزة مع طفله اهتماماته فحط قدام شاشة تلفزيون أو آيباد أو موبايل علشان يتعلم منه وأقول هو بيتعلم منه أو ما بيتعلمش منه لازم إن أنا أهتم به يبقى تحت نظري طول الوقت أتكلم معاه يبقى فيه حوار بيني وبينه أركز على الكلمات اللي هو بيقولها على قوة البصر والملاحظة عنده الانتباه عنده عمل إيه التركيز طب لو أنا عندي مشكلة في ده أبدأ إن أنا حتى لو في الريف بقى فيه حاجة مؤسسات جمعيات أهلية حتى فيه جمعيات كتير قوي فيها أخصائيين نفسيين واجتماعيين يقدروا إن هم يساعدوا الطفل إذا كان الأب والأم غير مؤهلين أو مش عارفين إزاي إن هم يساعدوا في السن ده وما عندهمش الخبرة الكافية أقدر إن أنا أروح لمختص هو هيساعدني في ده بدل ما المشكلة تكبر وأتجهلها لحد ما الطفل يوصل لعشر سنين وتبقى عندي مشكلة كبيرة طبعا وهيتم تعديد السلوك ده غير طبعا أنا ممكن أكتشف مشكلة تانية في التعلم صعوبات تعلم صعوبة مثلا نطق وهاكذا أبرزهم إيه بقى المشاكل دي؟ أبرزها بتبقى هو المشكلة العنف وبيبقى عندي مشكلة انحراف سلوكي للأطفال ده ناتج كتير عن التربية بيبقى بسبب الإهمال اللي بيتم من خلال البيت إن الأب والأم غير مهتمين بالطفل بهوياته إيه الحاجات المفضلة بالنسبة له هل هم بيلعبوا معه ولا بيشاركوا نشاطات اللي أم بتشوف خلال إن أنت تلعبي مع ابنك أو بنتك ممكن تقدري توصلي لشكل قدراته بالضبط الموهبة بتاعته هعرف وعنده إيه ونمية دي تنمية مهارات بشكل سهل جدا والمهارات بتفرق في يعني مستوى التعلم عند الطفل إنه يمكن تلاقي أوليها أمور كتير في وسط المدرسة يتحدثوا عن إنه إحنا كلنا بنتلقى نفس التعليم لكن الفارق كبير بين مثلا ابني وبين باقي الطلبة هنا إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا البيت هنا أسس صح فالحضانة كملت بقت شيء مكمل وإلا أنا اعتمدت الاعتماد الكامل على الحضانة بس إن هي تلقن وتعلم ولازم أشوف الحضانة حاجة مهمة جدا إن أنا مش باعتمد على أن ضفت الحضانة بس فلازم إن أنا كلما أدخل أجيب ابني أو أشوفه ألاقي الدنيا كلها ستيبل جدا ونظيفة وما فيش أي حاجة ده غلط لازم ألاقي فيه أنشطة فيه ألوان وقعة فيه حاجات على هدومه أعرف كده إنه هو بيتم تنمية مهاراته بشكل سليم بإيده بعينه بالحركة كل ده مهم عكس ما لاقي الدنيا تمام والتيتشر هي اللي بتقوم بتعمل ده بنفسها أنا كده ما بناميش مهارات أنا بلقن الطفل بس وبحفظه فبالتالي نمو العقلي مش سليم هو بينمو بس نمو جسدي بينمو في العمر ولكن تنمية المهارات اللي هي مبنية على القدرات العقلية مش موجودة ودي صعبة جدا لازم أدخل ألاقي فيه أنشطة ده رقم واحد بغض النظر عن التعليم بس أنا ممكن أعلمه في البيت وأبدأ أعرفه التنميز بين الأشياء هو نفسه يعني سبحان الله ديها بالفترة بيبدأ أن هو الميز مع بين الليل والنهار الزكر والأنثة الأرقام بيبدأ أننا أشغل معاه كل ده واجب الأم نفسها والأب في البيت وبعد كده دور الحضانة أن هي تنمي مهارات الطفل وتعزز قدراته لأن دي حاجة مهمة جدا ولازم نساعده عليها يعني نقدر نوصي بكم وصية نقول إيه ويعني زي ما بيقولو كده وبناء عليه وبناء عليه نختار الحضانة الأمثل للطفل تبقى لمهاراته وقدراته اللي أنا عايزة أنه يتطور ليها التاني حاجة أعرف سياسة السواب والعقاب جوه الحضانة علشان دي اللي هتخلي طفلي متحمس للحضانة وحابب أنه ينمي فعلا مهاراته دي ولا هو لأ مش عايز يروح وبقى فيه عزوف عن الحضانة وبيعاية فبالتالي هيكره حاجة سمع تعليم وأنه يبعد أصلا عن البيت تالت حاجة إذا وجهنا مشكلة مع الطفل لازم على طول أتوجه لمتخصص سواء هو جوه الحضانة ولازم يبقى جوه الحضانة برضو في البداية ما ينفعش تبقى الحضانة من غير خصائي نفسي أو اجتماعي علشان العمل النفسي مهم جدا للطفل في تنمية مهاراته وقدراته رابع حاجة وهو ودي الأهم خليها يعني كمان أبدأ كنت بيها أن المهم أوي الحوار مع الطفل في سن ثلاث سنين ببدأ أتكلم معاه وأبدأ أن أنا أنمي الخيال بتاعه والفكر بتاعه من خلال القصص والأغاني والقرآن والقراءة أبدأ أن أنا أنمي كل ده فيه وأكون فيه حوار جايد بيني وبين الطفل ومحكمش على ابني خالص أنه مريض نفسي أو عنده اضطراب أو عنده واحد أو عنده صعوبة تعلم أو صعوبة في النطر لمجرد بس أننا فقط أهم عنصر وهو التواصل الفعال مع ابني وحكم عليه أنه مريض نفسي دي مشكلة كبيرة جدا واتمنى أن الأولياء الأمور ما يتسرعوش ويحكموا على أطفالهم أنهم عندهم مشكلة فيلجأ على طول أي مركز وده بنشوفه كتير في الهداد وما فيش عيب لو أنا حسرت أن ابني عنده مشكلة وما فيش عيب في أي دموع من أنواع المرض النفسي بس أروح لمتخصص مسؤول عن ده خليني نروح مع حضرتك الانتربيو اللي بيتم في الحضانات والتنشانة اللي بيبقى موجودة قبله أولياء الأمور بيبقوا خايفين جدا من موضوع الانتربيو سواء في المدارس أو في الحضانات فلو حضرتك في دقيقة تقول لهم النصايح قبل دخول الانتربيو في الانتربيو بجمع كل الأسئلة اللي أنا أحب أن أتوجه لها والحضانة أكون شخصية بردة جدا وفي نفس الوقت أن أنا ما نفعلش لأي حاجة ومحسس أنه اللي قدامي أنه هو عايز يسيطر علي في كم معلومة فقط لا بالعكس أنا لازم أعرف كل حاجة وكل تفاصيل في حاجة اسمها الـ Open Door Policy أن أنا في الحضانة أبدأ أن أنا أدخل على الأطفال وأدخل على الطفل في أي وقت إذا الحضانة منعتني يبقى فيه X كده على الحضانة أن أنا مش هدخلها تاني وفيه مشكلة لازم يبقى عندي في الحضانة أولويات معينة السلامة البدنية للأطفال لو حصل لقدر الله حريق مثلا أو حاجة يبقى فيه مكان للخروج الأطفال بشكل آمن جدا والنظافة والأهم الاهتمام كمان والنظافة وأن أنا لازم أشوف هما زي بيتعاملوا حتى مع احتياجات الطفل في البكاء في الاحتياج النفسي الحاجة فيه مشكلة دي حاجات مهمة ولازم تبقى على مرمى يعيني وأن أنا أكون شيء سدى بشكل مباشر جدا نشكرك دكتور راندا طحان أخصائي نفسي وتعديل السلوك شكرا جزيلا يا دكتور على وجود شكرا عليكم